نقول شركة مصرية ترسل رواتب موظفيها إلى الأمهات بمناسبة عيد الأم خلنعرف أكثر عن تفاصيل هذا الخبر بمناسبة عيد الأم قررت إحدى شركات الدعاية والتسويق الشهيرة بمصر الاحتفال بهذا اليوم بطريقة خاصة وطريفة إذ قضت بإرسال رواتب موظفيها لأمهاتهم وقالت إدارة الشركة في بيان السادة الأفاضل العاملين بالشركة تحية طيبة وبعد بمناسبة عيد الأم نود توجيه تحية احترام وتقدير لأمهاتكم على حسن التربية والالتزام التام بواجبات عملكم والضمير اليقظ دائما وتابعت بمناسبة هذا اليوم عيد الأم تقرر صرف راتب شهر مارس يوم 18 بدلا من يوم 25 على أن يتم صرف الراتب وأرسال مندوب من الشركة لتسليم الراتب للأمهات تقدير من الشركة لهن وقال مدير الشركة المصرية أن الفكرة جاءت بعدما اقترحها أحد فريق عمل الشركة البالغ عددهم نحو 14 شخص وأضافة اتآلت على سبيل الهزار والإدارة قررت تنفيذه امتنانا أنه في بداية الأمر أبدأ جميع الموظفين استغرابهم من تلك الفكرة لكنها لاقت قبولا منهم لحقا مشيرا إلى أن ردت فعل الأمهات الملأة بالسعالة وتعليقها حول معرفة رواتب حلو هذا الموضوع بصراحة هي فكرة الموظفين قالوها أنه إحنا نهزر يعني نتشاقى بهذا الموضوع يعني المدير أخذ على محمل الجدل أنه فكرة حلوة وبصراحة أنا حبيت الفكرة كل شيء أنه راتب يندز للأمهات هم يكون هدية وأيضا شكر على التربية الحلوة اللي ربت أولادهم واني يقولوا لي بالكون تول خلالاتبك يروح هذا الشهر وقلهم طبعا خلي يروح بالعافية